محمود رغم كل شي بس دائما بحس انه الاهل اللسه عنده مشاكل دفاعية يعني كل شيء ايجابي على المستوى الهجومي وحتى الايجابي على المستوى الدفاع انا مش بتكلم من الاهل بيخش فيه تاعة 4 اجوان ولا هدفين حتى في المباراة بس فيه مشاكل فيه صغرات دفاعية فرأة النهاردة اللي بتلعب قدامها هي مديامة فرأة ضعيفة جدا حتى هجومين ودفاعين بس توصل الشناوشناوشي لقرتين صعبين جدا وقابلها نفس وقص الشناوشي بقى نجمل الاهلي فيه حقا غلط في الدفاع النادي الاهلي شايفها فين؟ طبعا فيه فيه مشاكل موجودة عند النادي الاهلي بسبب الارتداد الدفاعي بتاع مش بس لعبت النص ملعب بتاع الاتنين مساكين بتوع النادي الاهلي حتى محمد عبد المنعم برغم الاشادة الكبيرة اللي احنا دائما بنشادها بمحمد عبد المنعم ولكن فيه اخطاء كتيرة جدا ساعات بتكون في التمركز في الكورة التانية اللي بتبقى موجودة عند النادي الاهلي النهاردة كل فرق اي فريق هيجي لعب النادي الاهلي اول حاجة هيعملها اول ما يقطع كورة ان هو يلعب في ظهر البكات او يلعب في المساحة الفاضية اللي بتبقى موجودة او في العمق بتاع دفاع النادي الاهلي بسبب المساحة الكبيرة اللي بتبقى موجودة عند نص الملعب لما نيجي نستعرض بالحالات النهاردة يا كريم كان فيه تلات حالات بالنسبة لي غريبة جدا على لعب النادي الاهلي يمكن دي اول كورة خالص دي كانت في الديئة خمسة ودي كانت هجمة خطرة جدا كانت شبه انفراض لميدياما هنا زي ما بقولك الكرة تلعبت أول ما الكرة تقطعت نزلت بص على التمركز بتاع محمد عبد المنعم والتمركز بتاع ياسر إبراهيم والتمركز بتاع كريم الدبيس أول ما الكرة نزلت نكمل الفريم اللي بعده الراجل قم قطع وخد الكرة في وسط النوع واحد ووسط خمسة نكمل الكرة مع بعض لغاية لما راح وشال الشناوي الكرة دي هنا بقى عاوز أكلمك على حاجة بص يا كريم أي مساك بيسيب مكانه أو بيسيب بيته على رأي الزميل الجميل أحمد عز يعني ويطلع ياخد الكرة المفروض في المساك التاني أو الباك التاني ينزل وراه في المسافة دي اللي هو طلع منها وسبها علشان خاطر الكرة التانية هنا كريم الدبيس كان عنده غلطة كبيرة جدا هو ياسر بروب هنا محمد عبد المنعم زق مع الفريوت بتاع ميديام عشان ياخد الكرة نشوف الفريم اللي بعده محمد عدم منها المناط الكرة نزلت المفروض كريم الدبيس ما بيقاش وقف هنا أول ما محمد عبد المنعم أو أي مساك يبدأ يطلع مع الفريوت مفروض يقطع لجوه في ظهر محمد عبد المنعم وده كان الخطأ الكبير اللي موجود نشوف هنا كريم الدبيس أول ما الكرة التانية نزلت فمين هنا ياسر إبراهيم مع الراجل فمحمد عبد المنعم عبلا ما نزله والاتنين دوروا دوروا الشوم ويروحوا من ناحية جون النادي العالي نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي الراجل هيعد الكرة بالزبط بكعب من وراء ياسر إبراهيم أرجع بقى الفريم اللي قبله معلش أرجع بقى الفريم اللي قبله هنا كريم الدبيس مفروض ما يكونش هنا كريم الدبيس مفروض يبقى وراء محمد عبد المنعم لأن الطريقة دلوقتي بتاعت أي مساكة ما ييجي فرود ياخده ويسحابه عشان ياخده الكرة التانية المفروض التانية يغطي وراه زي ما انت هتشوف الكرة تلعبت وراحة انفراد وشالها محمد الشناوي اللي بيعيش أفضل حالاته سواء مع النادي الآلي نشوف الفريم اللي بعده طبعا ومع منتخب مصر وهنا كانت الكرة خطرة جدا بص يا كريم أربعة على واحد وشالها الشناوي طب نشوف الكرة اللي بعدها نشوف الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا مدياما قطع كرة بعدها بدقيتين بالزبط نلعب بقى الكرة اللي بعدها بص بقى كريم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم دخلوا في بعض والكرة نطط كانت ممكن تروح انفراد لمدياما ولكن محمد شناوي سابق بص اللقطة كانت غريبة جدا جدا نفس اللقطة بتاعت الكرة اللي أنا لسه جابها لك نكمل الفريم اللي بعده لغاية لما الكرة بتروح لمحمد لحمد شناوي نفس الكلام هنا في الدياما 24 مدياما بيقطع الكرة على طول الكرة العالية هنا بقى بص الارتداد بتاع لعيبي النادي الآلي من الأول أرجع للفريم الأولاني من الفريم الأولاني يا كريم لما كنت دايما بكلمك عشان دايما بتكي على موضوع الفريم الأولاني القابل دا على طول بكلمك على حتة الضغط العكس تاعة النادي الآلي أول ما الكرة قطعت هنا أول حاجة لازم تعملها إن انت ما تخليش الراجل يقدر يطلع بالكرة بسهولة أو يلعب اللونج بول عشان انت كل في ريتك بص على لعيبي النادي الآلي واحد واحد على الأرض واحسين الشاعات واقف وكهرباء واقف ومحمد هاني لسه يبدأ يضغط طبعا محمد هاني يساقب كل المساحة دي فبالتالي الراجل هيلعب الكرة في ظاهر محمد هاني نكمل الفريم اللي بعده أول ما الكرة هتتلاقب يا كريم نفس الكلام برضه الراجل هياخد من ياسر إبراهيم بص بقى الكرة التانية لما وقعت نكمل الفريم اللي بعده بص الراجل اللي جاي بتاع مدياما لوحده خالص ولكن طبعا يعني قدر محمد عبد المنعم بمهارته إنه هو يلم الكرة نشوف الكرة الفريم اللي بعده الراجل خاد الكرة كان ممكن يلعبها لمدياما وأم رقص نكمل الفريم وإحنا بنتكلم أم رقص ياسر إبراهيم ولعب الكرة لللي جاي من وراء هنا بقى السؤال يا كريم فين لعبي خط وسط نادي الآلي في المكان ده كله مش موجود لغاية لما ميديهم أخدوا الكرة والراجل شطع وتعاملت بلوك بس دي مع فريق تاني هتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا للنادي الآلي عظم جدا طيب